موسيقى مسلسل واجع البنات مسلسل مختلف جدا لأنه قايم على فكرة الوجوه الجديدة والبطولة الجمعية وكمان بيتعرض بشكل مباشر لقضايا المرأة ومشاكل البنات ومستوحى من قصص حقيقة عرب ود حضرت يوم تصوير في مسلسل واجع البنات وكان موجود في المؤتر تعالوا نشوف كويس المسلسل موسيقى 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 خليها دعني دمخ الورد مومي خليها دعني دمخ الورد وتفتح عينيه ايه خلص يا شايفات المسلسل كتبه وبيخرجه المخرج الكبير أحمد النحاس اللي قابلناه في عرب ود وكلمنا عن العمل وعن بطلاته وسر كتابته ليه وموضوعه بالتفصيل في الحوار ده واجع البنات هو مسلسل متعدد الأجزاء إنما خلينا في جزء الأولين لأنه كل ما جزء هيخلص مكون من تلاتين حلقة هنزيعهم واجع البنات هو بنات مسافين غردقة ما يعرفوش بعض وحيحصل شيء وإنما كده يخليهم يخشوا الغردقة مليانين بالمشاكل اللي أنا حب أقوله إن الرواية دي عن قصة حقيقية يمكن شفت بعض منها في الغردقة وشفت بعض منها على الطريق وشفت بعض منها في كمين رأس غارب في الطريق للغردقة وجمعتها على بعض وهم معانات المعانات الشديدة اللي بيمر بها بنات الجلي الجديد في وجع البنات ده أنا شايف إنه ده وجهة نظري إن الولاد أحسن من البنات وإنهم بيكفحوا ويجهدوا أحسن من البنات البنات بيدوروا على الطريق السهل المجموعة اللي أنا عاملها ودخلها الغردقة وبتحلم بأحلام اليقظة اللي هو إنه دي جنة الخلد قد ينجح بعضهم وقد يفشل بعضهم خصوصا لما هيبدأوا يصطدموا بأرض الواقع بشكل تقني جدا وأنا بتفرج على مسلسات رمضان كنت حاطت عيني على ممثلة في سجن النساء ممثلة في المرافعة ممثلة في ابن حلال كانوا عامين أدوار تانية بس كان عاجبيني قوي فأقولت أكون منهم مجموعة أكون الخمس بنات دول والبنتين اللي في الغردقة والفكرة مشت معي رايح جاي أوافع عليها والغيها وأنا متأكد إن الخمس بنات هيبقى لهم شأن كبير قوي في الرواية دي لأنه بقول وحقول أن السيناريو أو وجع البنات السيناريو فيه هو البطل وفاق أمر ممثلة شابة بتلعب أحد أدوار البطولة في المسلسل وكمان بتشايف مسلسل سلسال الدم هنسمع وفاق وتفاصيل أكتر حالا واجع البنات من المسلسلات اللي أنا متفقلة بيها جدا ووثقا أن هي هتبقى ناجحة جدا لأن أستاذ أحمد النحاس عامل لنا شغل جميد قوي والورق مكتوب حلوة قوي دوري مفروض أن أنا كنت بنت بلعب في البورصة يعني بنت ناس وخسرت فلوسي وخسرت كل حاجة جيت سفرت الغردقة عشان أدور على شغل أختي بعتتني عشان أدور على شغل في الغردقة وبتبتدي الأحداث بقى تتصاعد من أول وصولي الغردقة لحد آخر المسلسل والمسلسل بالمناسبة 60 حلقة مش 30 حلقة بس والمسلسل اسم واجع البنات وهو فعلا واجع البنات فإحنا كل واحدة ليها واجع أنا بعمل دلوقتي واجع البنات حاليا ومسلسل سلسال الدم أخرج مصطفى الشيل أستاذ مصطفى الشيل بحضر لفيلم السينما بس أنا سيبها مفاجأة شوية لحد ما موضوع يخلص أما الممثلة الشابة ياسمين رحمي فبتشارك في المسلسل في دور محامية بتتعرض للنظم وكمان بتصور فيلم الليلة الكبيرة مع المخرج سامح عبد العزيز ياسمين كلمتنا عن واجع البنات واللي الكبيرة في حورها مع رابود واجع البنات ملحمة بتتكلم عن البنات عن أوجعهم عن مشاكلهم عن حياتهم المعصرة عن الحياة اللي ممكن يقبلوها لو تغربوا في مكان مع بعض واجع البنات مسلسل أبطال وخمس بنات كل بنت لها قصتها لها مشكلتها الخمسة بيجتمعوا في مكان مع بعض بيحاولوا يبقوا هما الخمسة إيد واحدة علشان يحلوا مشاكل بعض يبقوا وقفين مع بعض في كل المشاكل وكل المواقف دوري في المسلسل دور مريم مريم محامية بتتعرض في بداية أحداث المسلسل لعملية نصب من زوجها المحامي بتفقد الأمل في نهاية تشتغل في المحامية في مصر بوجود زوجها فبتضطر أن هي تدور على شغل جديد في بلد جديدة زي الغردقة بتسافر الغردقة وهناك بتقابل الخمس بنات وبيبقوا كتيبة واحدة مع بعض الجديد السنة دي إن شاء الله بصور حاليا فيلم الليلة الكبيرة مع المخرج أستاذ سامح عبد العزيز دوري في فيلم الليلة الكبيرة دور حبيبة بنت فقيرة بنشوفها بقى خلال أحداث الليلة الكبيرة بيحصل لها أي حبيبة في الليلة دي المخرج أحمد النحاس اختار للوجه الجديد هيبة أبو سريع لأحد الأدوار المهمة جدا في وجه البنات إيه هو ترى؟ هتكلمنا هيبة عن تجربتها والدور تعالوا نسمع منها تقول إيه؟ طبعا دي فرصة لها حلوة جدا أنا متفقلة بيها متفقلة كدا بالتجربة دي وبذات البطولة الأساسية للورق الورق مكتوبة حلو جدا والقصة مكتوبة حلوة قوي وإن شاء الله ربنا يوفقنا أكيد طبعا فيه نجوم كتير بيعملوا مسلسلات كتير بس إحنا برضو بنكتاهد وإن شاء الله يبقى كويس ونقدر نعلم يعني المنتج الشاب حسام شعبان صاحب شركة كينجتوت للإنتاج الفني بيشارك في العمل بس كممثل فقط ليه وإيه دوره حنعرف منه حالا دوري هو شاب اسمه يحية بيسافر الغردقة بيبحث عن فرصة عمل هناك عند جزء أخته في فندق وبعدين بيتقابل مع مجموعة البنات اللي موجودين الأبطال في المسلسل وبتدور بينهم مواقف كتير قوي ما بين زواج وطلاء وموت يعني فيه أحداث كتير قوي أحداث مشوقة جدا أتمنى أنها تعجب الناس